الأزمة السياسية التي حدثت في الخليج وعسى الله لا يعودها كانت هناك أزمة وأثرت على الظفير يمكن غيرها هل مثل هذه الأزمات قد تنهي مشوار إعلامي سواء على الظفير أو غير الأزمات تنهي سياسيين تنهي كيانات تجارية تنهي كيانات إعلامية فما بالك بشخص بسيط متواضع مثلي أو مثل أي شخص قطعا تنهي لكن أزمة نقول يعني نذكرها ولا نتمناها إن شاء الله وهي أزمة نتمنى أنه يكون خرجنا منها بفائدة لكن ألا تعتقد مسلمان أن الإعلامي يجب أن يكون نوعا ما يعني بعيد عن مو كيفة والمشكلة لو كيفة أنا شخصيا أنك بعيد معناها أنك تبتعد عن العمل لكن أحيانا لا تملك القدرة يعني صار في صراع كبير جدا اصطفت الناس فيه وانحازت الناس فيه وبالتالي صارت مثل الهوجة الكبيرة صحيح الحياد يعني هو غالبا يعني يطلق عليه الكذبة الكبرى في الإعلام لا يوجد إعلام محايد ولا يوجد إعلام محايد هي مطروحة يقالب الإعلام محايد لكن ليس محايد الإعلام منحاز 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 عرقيا منحاز دينيا منحاز ثقافيا منحاز معرفيا منحاز حق مكتسب؟ حقك لكن هذا حق مشروط أنا من حقي أني أنحاز في قضية نفترض أنه صار في خلاف بين الدكتور وبين الأستاذة على سبيل المثال ونقول دولتين أو بلدين أو جهتين من حقي أني أنا أنحاز أو أرى وجهة نظر أصح لكن هذا مشروط بأن أكون موضوعي والموضوعية تستلزم المهنية تستلزم أرض كافة المعلومات أرض كافة البيانات عدم إخفاء بيانات مهمة يعني أنا والله عشان أنا أميل للطرف الآخر فما أظهر معلومات تعزز موقفه أظهر المعلومات عشان فهذه طبعا هذه خيانة للمهنية فالانحياز حق الإنسان الأمريكي ينظر للقضية غير العربي والكويتي ينظر للقضية غير العراقي والسعودي ينظر للقضية غير القطري كل إنسان منحاز إما لبلده أو لثقافته أو لدينه أو لعرقه أحيانا يعني مهما حاول الإعلامي أنه يخفي هذا التحيز راح يبين عليه؟ قطعني بينا عليه الإعلامي المهني هو الذي لا يظهر عليه هذا الإنحياز لا يظهر عليه لكن الإعلامي غير المهني تظهر عليه لذلك نجد إعلامي يتحدث بشكل مباشر عن الإنحيازه وهذا معيب لا يجب أن تقول أنا أؤيد هذا الطرف لا يجب أن تقول هذا من حقك أنك تؤيد داخلك لكن حينما تتعامل معه عبر البرامج عبر نشرات الأخبار يجب أن تكون موضوعي ومهني هذا الشرط يجعل الإنحياز مسألة مقبولة جميل أغلقنا الأربع سنوات ونصف ودخل على الضفيري في المقابلة رؤية جديدة نهج جديد لكن هناك نقطة في الأربع سنوات ونصف وتحية يجب أن توجه للراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه الذي انحاز والذي كان محايدا بشكل إيجابي صحيح وانحاز بشكل موضوعي للخليج وانحاز لأمته ولشعوب هذه المنطقة وقدم كل جهد استثنائي صحيح في خدمة هذه المنظومة وحمايتها من الانفراض مجلس التعاون الخليجي يجب أن يخلد ذكرى الشيخ صباح الأحمد بشكل استثنائي وهذا ليس نفاقا وليس مجاملة يعني رحمة الله عليه انتقل إلى الحياة الآخرة لكن هذا الأمر يجب أن يخلد حتى يكون عبرة نستفيد منها في الأجيال القادمة والحقيقة أيضا سمو الأمير الشيخ نواف أكمل المسيرة وأتم المصالحة بجهوده الكريمة والبواركة وبالتالي كان موقف أيضا الكويت السياسي كان موقفا استثنائيا لم تنحز لأي طرف انحازت للجميع وعملت السياسة الخارجية الكويتية بقيادة وزيرها ونائب وزيرها وفرقها السياسية على حل هذا الخلاف بطبعا قيادة الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد وبالتالي هذا أمر لا يجب أن ينسى هذا الدرس عربي قدمه ابو ناصر رحمة الله عليه للأمة كلها وبالتالي يجب أن يكون هذا اليوم قدوة ومنهاج في العمل السياسي لا يوجد أحد لا يختلف مع الآخر كلنا مختلفين مع بعض في الكويت وفي السعودية وفي قطر وفي عمان والإمارات واليوم الجزائر والمغرب مختلفين والسودان ومصر وكل الدول عندها اختلافات لكن السؤال كيف ندير هذه الاختلافات بشكل سياسي وأن نحمي شعوبنا وأن ننظر الأمام وبالتالي هذه كانت تحية واجبة مني شخصيا كأحدة أبناء وطيب الله يرحموا إن شاء الله ويغمد الروح الجنة